اشتركوا في القناة واستعان مدرب المنتخب الوطني سامي نعاش بخدمة الهاجري بعد تعرض مهاجم مهدى في المنتخب حاليا محسن قراوي للإيقاف في إمبارة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأوزبكي والتي أظهرت حاجة المنتخب لمهاجم يمتلك خبرة دولية سابقة واحترف في العديد من الدورية الخليجية كالهاجري الذي غاب عن المنتخب الوطني في وقت سابق جراء الإصابة تارة وتوضع مردوده تارة أخرى ويأمل النعاش من الهاجري تقديم مستوى يدعم حظوظه في البقاء في قائمة المنتخب التي ستخوض مبارة فلسطين وسنغفورة خلال شهر نوفمبر المقبل ويواصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته في الملعب الفرعي لإستاذ الملز بقيادة المدرب الوطني سامن عاش الذي يسعى لمعاودة ظهور المنتخب بشكل إيجابي قبيل سقطته الأخيرة أمام نظيره الأوزبكي والتي خسرها بخماسية دون رد أثارت استياج شرع الرياضي اليمني وجعلت المنتخب يتذيل مجموعته برصيد نقطتان ويتصدر المنتخب الأوزبكي صدرت المجموعة الرابعة بست نقاط ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط من تعادلين وفوز وحيد وصعد المنتخب الفلسطيني للمركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسرة فيما منتخب سنغفورة في المركز الرابع بنفس رصيد المنتخب الفلسطيني من فوز وتعادل وخسرتين ويعتبر أكثر المنتخبات لعبا حتى الآن في هذه المجموعة